في خطوة من شأنها زيادة الضغط على السلطات الإيرانية التي تواجه احتجاجات متواصلة منذ نحو شهرين شهدت عشرات المدن في إيران إضرابات وتظاهرات في ذكر احتجاجات عام 2019 التي اندلعت رداً على ارتفاع أسعار الوقود وقوبلت بحملة قمع قوية من قبل السلطات الإيرانية مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت إضرابات وتجمعات في مناطق مختلفة من البلاد وأوضحت لقطات نشرها حساب تصوير 1500 الناشط على تويتر متاجر مغلقة في سوق تهران مع تجمع حشد من الناس يرددون شعارات مناهدة للسلطات الإيرانية منظمة هنقاو الكردية لحقوق الإنسان أفادت بحدوث إضرابات جماعية في العديد من المدن التي يسكنها الكرد في شمال وشمال غربية إيران مشيرة إلى إضراب نحو ست جامعات في تلك المناطق وخروج احتجاجات طلابية تقارير حقوقية أوردت أن عناصر الأمن في طهران هددوا أصحاب المتاجر المضربين في منطقة توب خانة وطلبوا منهم فتح المحلات لكنهم رفضوا ذلك في تحدي واضح للقوات الأمنية وفي أصفهان وسط البلاد أشارت التقارير إلى إضراب عمال شركة الصلب تضامناً مع الإضرابات العامة ومع تزايد الدعم لحركة الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع الإيراني أكد لعب كرة القدم المعتزل الشهير علي دائي رفضه دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحضور بطولة كأس العالم المقامة في قطر مشيراً إلى أنه يفضل البقاء إلى جانب أبناء بلده وتقديم التعازي لأهل الضحايا وكانت احتجاجات عام 2019 قد خلفت نحو 1500 قتيل في إيران بينهم نحو 17 مراهقاً وأربعمائة امرأة في حين يشكل تزامن هذه الذكرى مع سلسلة الاحتجاجات العارمة في البلاد على مقتل الشابة الكردية جينا أميني أكبر تحدي تواجهه السلطات الإيرانية في تاريخها